في الفيديو ده هنشرح طريقة الربح من تطبيق جديد للربح من الانترنت اللي مبتدئين وهو تطبيق ماجيك وردوس تمام وان شاء الله سيب لكم رابط التطبيق اسفل الفيديو وبعد ما هسبت تطبيق ماجيك وردوس من الرابط لانا سيبولك اسفل الفيديو هتبدأ تفتح تطبيق ماجيك وردوس بالشكل لكده بعد كده هنلاحظ ان ما فيش طريقة تسجل بلاقي في التطبيق الا عن طريق جوجل تمام اللي هي في المنتصف التي تبدأ الا On The Logite بعد كده هتبدأ تسجل حساب الجيميل الخاص بك اللي انت عايز سجل بهbau الشكل به من التطبيق العدد عن طريق هتضغط عليه بالشكل كده بعد كده هتضغط على المتابعة باسم حسابك على التطبيق بالشكل كده في الاسفل بعد كده هتعيب لك هنا لوا اسمه السابق على التطبيق اللي هو لورنيم بعد كده البلد بقعد كده اللغة بعد كده هنضغط على نكيست اللي辈ة في الاسف إنه بerdه تضغط له إنه هو أنجليش لو انت عاد تغيرها بتضغط على السهم اللي هو موجود بجانب اللغة بالشكل ده كده وباتغييرها لأي لغة تانية زي هى فرنسا واو الورمانة واي لغة تمام طيبicus اخطرتها انجليش زي ما هي بعد كده هنضغط على نكيست الليه في الاسفل بعد كده بقولي نود ان اللعبة بتتلعب بالشكل ده كده ان احنا بنشوف الحروف الموجودة ديت وبنبدأ نختارها على اي كلمة باللغة الانجليزية تمام خلونا بردك نضغط على نكست عشان نشوف ايه الشرح بتراقة عملية هابدي اضغط على نكست الليها في الاسفل بعد كده هضغط على نكست كمان مرة بعد كده هضغط على فينش بعد كده هلاحز ان اللعبة هتفتح معنا بالشكل ده كده تمام كل احنا هنعمله اول حاجة علشان نعرف طريقة اللعبة في اللعبة ديت هنضغط على بلي بالشكل ده كده بعد كده هيدخلنا على التطبيقات علشان نعمل سماح للتطبيق عن طريق اللي هنضغط على التطبيق بشكل ده كده بعد كده هنضغط على دائما تمام بعد كده هنبدأ نعمل رجوع بعد كده هل هنلاحز ان احنا هننهوت في ليفل واحد طيب هو نهوت جايل بثلاث حروف عايزني ايه اوصلهم لبعض بالترتيب عن طريق اللي ايه بختار كلمة معينة يبقى انا هبدأ اختار حرف تيه بعد كده الايه بعد كده الار طيب بعد كده جاب لي المساء التانية نهوت واللي نهوت برضو جمع التلات كلمات دول او هنوصلهم لبعض بالترتيب في سبيل ان هم ايه يطلعهم كلمة باللغة الانجليزية تمام على سبيل المساء كده هبدأ اختار طب تمام يبقى اول حاجة حرف تيه بعد كده الاو بعد كده البي بعد كده هنبدأ نختار حرف تاني تمام طيب لو في حاجة انت معينة تشتيح لها بتبدأ تضغط على الاقتراض اللي هو في الوسط في اسفل الشاشة اللي هو مكتوب عليه اتنين اللي هو في المنتصف بالشكل ده كده تمام هنبدأ ايه يسهل لك العملية شوي بعد كده لو اللاحز هنا هوات في ليفل تلاتة بقول ان هوات جمع كلمة انجليزية من التلات حروف دول عن طريق اللي احنا نوصلهم لبعض تمام على سبيل المساء كده اختار كات تمام اول حاجة السي بعد كده الايه بعد كده التي بعد كده عايزني اجمع كلمة تانية تمام هبدأ كده اوصلها بالشكل ده كده يبقى كده ايه وصلت لليفل اربعة تمام بعد كده احاول نوصلهم بالشكل ده كده ما نشوف طبعا احنا هشايفين اللعبة سهلة جدا ما فيش فيها اي مشكلة تمام فهيبذيت هتبقى اول طريقة الربح من اللعبة ديت تمام بعد كده هبدأ نعمل الخروج بعد كده لو احنا اضغطنا على علامة الهدية اللي ايه في اسفل الشاشة نحت اليمين بالشكل ده كده هننتظر ثواني هليه جابلين هوات المهمات المهمات ديت انت لما بتعملها بتربح منها تمام زي استطلعات الرأي والحاجات دي كلها طبعا الحاجات دي احنا اشعرناها قبل كده في تطبيقات تانية كتير طيب خلالنا بقى نشوف تالت طرق للربح من اللعبة ديت واللي هي عن طريق دعوة الاصدقاء بان انت بتلغط على علامة الشخصين اللي هم في اسفل الطبيق نحت الشمال بالشكل ده كده بعد كده بقول لنا هوات ان كل شخص انت بتدقيه بتكسب من خلاله عشرة سين تمام يعلم جواب ما اي حد هيسجل ورابط الاحالة بتاعك انت هتكسب عشرة سين طيب رابط الاحالة ده بتجيبه ازاي بتضغط على علامة النسخ اللي في المنتصر بالشكل ده كده بقول لنا هوات ان انا نساخت كده ايه رابط الاحالة الخاص بي تمام كذلك لو انت عايز تشارك رابط الاحالة الخاص بيك على مواقع التواصل الاجتماعي بتضغط على علامة الشير اللي هي اول حاجة بالشكل ده كده بعد كده تبدأ شارك رابط الاحالة الخاص بيك كذلك بذلك لو انت عايز تنساخه تضغط على علامة النسخ اللي هم المربعين بالشكل ده كده. تمام? قول ان هو التمى الناسخ. وتبدأ تشارك رابط الاحالة الخاص بك. وعندما اي حد بيسجل برابط الاحالة الخاص بك. انت بتكسب عشرة سين. تمام? طيب خلاننا بقى نشوف طرق السحب اللعبة دي. عن طريق اللي هبنضغط على علامة المحفظة اللي هي في اسفل الشاشة ناحية الشمال بالشكل ده كده. بعد كده بقول ان هو نقل شيء للسحب. ستة وتلاتين سين. تمام? طيب عشان نشوف طرق السحب الموجودة في اللعبة. هنضغط على الكلمة اللي هي داخل المستطيل بالنفسيجي بالشكل ده كده. بعد كده هننزل الاسفل. هلي بقول ان هوت? انه طرق السحب. تمام? وعندنا هنهوت. تمام? لو انت عايز تسحب على بوضفون كاش. وبعد كده هلاء عندنا ان هوت فوري. لو انت غطى على فوري بالشكل ده كده. هلي بقول ان هوت? ان علشان اسحب على فوري اقل لحاجة خمسة وتلاتين سينت. تمام? لات من يكون معي خمسة وتلاتين سينت. كذلك بردك لو عالبايير خمسة وتلاتين سينت. خلونا بردك ننزل الاسفل كده علشان نشوف بقى طرق السحب. عندنا طرق السحب كتير جدا في طربيق دوت. تمام? وعندنا بردك هنا هوت البايبال. ولا حاجة علشان تسحب على البايبال واحد دولار واربع سينت. تمام? وطبعا التطبيق هنا هوت فيه طرق للسحب كتير. وامها اللي هو فوري. تمام? ولو انت عايز بردك بتسحب على وضافون كاش. بتسحب من على تمام? وبعد كده بتقدر تحول وبعد كده بتسحب على وضافون كاش بكل سهولة. طيب و لو احنا ضغطنا على علامة الهدية اللي هي في الا الشاشة نحتاليمين بالشكل ده كده. هنا بيقول لي لو انا ضغط على بلاي بلاي اللي هي في الاسفل ديت هيبدأ اشغالي اعلان. ولو انا سبيت الطبيق اللي هو موجود في الاعلان دوت. هاخد واحد سينت. تمام? يعني لو انت ضغط على بلاي اللي هو اخر اختيار دوت. تمام? هيبدأ يشغلك اعلان ولو انت سبيت الطبيق اللي هو موجود في الاعلان دوت بتكسب واحد سين بعد كده برضو لو اهنا ضغطنا على علامة الكوين اللي هي في الاعلى الشاشة الناحة للشمال هل هي برضو جايب لنا هو طرق السحب اللي هي باير وفوري تمام وباقي طرق السحب في الطبيق زي البيبال والحاجات دي كلها وطبعا اقل شي علشان تسحب على فوري لدما نكون معاك خمسة وتلاتين سين ان شاء الله هسيب لكم رابط الطبيق اسفل الفيديو تمام وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو واذا عجبك الفيديو قدر اطلقك وما تنسوش لاشتراك في القناة حتى نشجعونا اللي هنعمل لكم فيديوان جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته